السلام عليكم السلام عليكم امرا اشتركوا يا جماعة عندي علشان القناة طبعا بحبكم ان شاء الله الحلوه العماني وما اضراقه ما الحلوه العمانيه طعم وريحه كنت واقفه قدامي الاخ العماني وهو بيعملها فعمله اقول له طب المكونات ايه ومش عارف طبعا هي معروفة المكونات بتاعته بس ايه بحب دايما ايه اخد معلومه لو في معلومه ازياده او كده طبعا ان عمره ما هيقولك او يقولنا فيه السر الصنعة بس هو قال لي لو الصحن النحاس اللي هو بيعمل فيه مش موجود صعب جدا تتلعي او تنتجي حلوه عمانيه كويسه دي اهم عامل من العوامل النار والصحن الكبير او ده النحاس والمكونات طبعا الاساسية اللي هي براع النشا عماني وسكر وماء مورد ومكسرات وزعفاران وهيل حبهان يعني الهيل يعني حبهان حاجات بقى بيعملوها كده ونار كتير بقى ووقت كتير يعيني بيحركوا كتير كتير وهنا مكان واحد بيطبخ في مكان ومكان اللي جنبيه على طول بيبيعوا فيه وهو الطازة سخنة كده يا الحلوه مع المكسرات والقهوه الموره بيبقى طعم خرافي ما اقولك واشه طيب هنا الاسعار ايه الاسعار بتبدأ من ريال لما انت بقى اي كمية انت حباها بيبقى موجود بس الصحن الصغير اللي انت شايفين ده بيبقى ريال وكمان بيبقى اتنين قهوه جفت يعني هدية شفتوا بقى الكرم العماني حلو ازاي هنا بقى المكان قبل ميناء ريسوت يا جماعة الخير المكان ده كان اسمه الاول اطلانتس ودلوقتي سموه او صار زي ما انتوا شايفين المكان بالليل خرافي وخيالي بس انا قلت بقى اصور عشان تعرفيني تصوير بالليل ما بيبقاش قد كده تمام واحنا بقى وقفين هنا بنصور وكده قابلت بتاع كنافة استاذ احمد انا عارفها من اول من فترة كبيرة من ثلاث سنين تقريبا كنت بخشري من عنده كنافة هو اردني الاصل ازاي يا ربي فلسطيني الاصل ومتجنس اردني ومهزب جدا جدا وبيعمل حاجة صراحة طعم ومقلكوش فقلت له خلاص يا استاذ احمد حمل لنا بقى واحدة كنافة عشان ندخن اكتر ما احنا تخنانين كده اه وعشان اه نلفش نلف كده حلوه وملقى راجعين قال لي ماشي وهو كان عنده زحمة شوية قلت تمشى وحنا بنتمشى لقيت اه الاخ بيعمل اه اه فترة الفترة تبقى ممكن تحط بقى فيها اه تونة تحط فيها نيوتيلا تحط فيها جبنا وعسل اشتاو عسل اللي انتو عايزينه بس صراحة محبيتش ان انا اخد حاجة اه بتبقى العجن فيها كده مباشرة بالايد ومكان مفتوح فا وطبعا انتو عارفين احنا خارجين من كورونا فصراحة محبيتش اعمل ايه اللي انا اشتري وكده فابن اخت صغنوني ده قال لي ماما انا عايزة اه اشتري اكل الاندومي فقلت لها خلاص معين الاندومي يا جماعة الخير ضار جدا ومش حلو بس معزن الاولاد دايما الرغبات احنا بندعف قدامهم الصراحة يعني اه سلو على رسول النصطفى عليها افضل الصلاة والسلام وكتبه لي في التعليق اه يا جماعة انتو بقى الجواء عامل ايه عندكو حر اه اه مش حر اه يعني البلد اللي انتو فيها فين وانتو بقى يعني حاولوا تعالوا صلالة صلالة جميلة جدا في اه اخر ستة لغاية اول تسعة بيبقى امطار واه احنا دلوقتي يعني عايزة ساعة اربعة العصر يعني مقولكوش مفهود بقى حر جدا لكن هنا في صلالة او امطار وتحس البرد هوا جميل كده هدا جانا تاني هنا علشان نجيب بقى نستلم الوردر بتاعنا انا كنت عايزة اه جبنة بالجبن بحبها او ما بحبهاش بقى بالنيوتلا والحاجات دي بتبقى اه اصلا فيها عسل ومع النيوتلا بتبقى جمدة او جديدة كده تعمها ممكن يدوخ موت اه زي ما انتو شايفين كده بيعملوا على نار هادية جدا الكنافة قلت بقى ايه اخدنا الوردر من استاذ احمد استاذ احمد زي ما قلتلكو اه فلسطين الاصل واحنا ندعي دايما دايما لأهلنا في فلسطين وفلسطين في القلب يا جماعة الخير والله العظيم ربنا يا رب اهلوما يا عز الاسلام والمسلمين يا رب العالمين اه اه اقولوا لي بقى اه اعملتوا ايه في الامتحانات اه الدنيا ماشية ازاي احنا بدأنا للأسف الامتحانات المدارس وكمان الامتحانات بتاحت اول اه اول ترم اه يعني المدارس هنا عندنا مختلفة شوية الهندية بالذات ببقى هما بقى ايه بقى مدارس نجحوا بيدرسوا شهرين بعدين بياخدوا اجازة شهرين وبيبداوا ايه بقية الترم تمام? اه فعشان كده مش بقى دايما دروس ودايما دراسة وكده شايفين بقى الكنافة احنا قعدنا نمشي شوية لغوط موصلنا للشاط فقبل موصلنا للشاط بقى كانت الكنافة نفسها الجبنة بدأت ايه تبرز سنة بس على مين قلت نديها نديها كنافة كانت كنافة وهو يعني بقى عمال يصور وكده بس بعدها احنا ما كانت وهو قفل بقى قال لأ اسكيوزي مي اه هاتولي حق يلا بقى نتكلم في موضوع اه اه هو بقى موضوع كده يعني يعني شائق شوية بس اقولت ايه نتكلم فيه مع بعض اه اه زينا المحرم يا جماعة بقى منتشار جديد جدا 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 اه شفت اه على مواقع اه اليوتيوب ومواقع الفيس وكده حالات تشيب لها الرأس فعلا احنا في اخر الزمان خلي بقى من اولادكم جدا ما تسكوش في اي حد اه اخ اخت اخ اخ عم خال حتى الاب يعني وصلت للاب ان يعني في حاجات حالات استمعتها انا مش مصدقة نفسي الواحد بقى اشوك في صوابع ايديه فعشان كده بقول لكم اه خلي بالكوا اوي 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 من اه الحياة يعني بقى لاش استيقظة على اللزوم اه احنا نحب الناس ومش عارفة ايه بس فعلا فعلا اه لو احنا طبقنا الدينة فعلا بجد يعني مش هيحصل فينا كل ده بس احنا ايه يعني بيس عادي يعني ماشي الامور الكلام دو فلا اه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان فعلا اه يعني موصلنا احنا نفسل بين البنت والولد في سن السابعة والكلام دوه احنا عادي يعني لا ايه يعني دلو الاطفال حتى مبقوا خمسشر سنة كده بقوا اطفال لا انا مسمعش الكلام فعيب كده يا جماعة وااا حاولوا 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 اا شفت حالات كتيره انه ابب اه فعل ببنته فعلة اه غير كويسة والبنت اه حملت وجبت اه يعني ده بقى اخوها ولا ايه متعرفوش فا اه الدنيا بقت بقلوزة خالص خلي بالكوا جدا 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 ربنا يا ربي يسر امارنا وبيد علينا الشرور يا رب واللهم امين اشحبكم ان شاء الله في فيديو تاني بإذن المولى تنسى نشفى لايك وشارك وإعجاب أو تنسى نشفى الاشتراك مع السلامة